طيب عيوبها هي ايه بقى قولي رامس جلال ايه اللي جاب رامي يا ماورنا حياتنا رامس جلال ايه عيوبها انها لما بتركز ما بتخرجش يعني ايه يعني مثلا تعمل دور مركزها تقامت في البيت لا بتذاكر ما تحبش حدي يترك ببها وهي في المون ده انا بقولك ان انا من 4-5 سنين بدأت تركز لما البنات بدأت تكبر فبقى كل حياتي في اللعبة دي بقيت بحبها بكل تفاصيلها براها وجواها ما كنتش زمان مركزها لها أوي فأنا لما ببقى بعمل شخصية لا عندي شغل ده حياتي عندي تصوير الصبح يبقى لازم أنا مبدري عشان أنا بحترم شغلي جدا جدا فالتزاماتي بعملها يعني بيت ماشي تمام الأكل بيتعمل بس هو مرة كان قالني كنت مش بتبخي في البيت بصراحة طب اسأله واخدني واخدني في البيت المحل لقدام بيتكو في المحل لقدام بيتكو فاكر بتطبخ كويس طب ايه الحاجة لما تطبخ خارج بتطبخ فرحان كل حاجة والله يعني هي رجينا بتتفنن الحاجات البشاميل دي كل ما هو بالبشاميل وبعدين لما أخذش المطبخ أعمل بشاميل بقى من عملت بشاميل فيبقى كوسة بالبشاميل اللي مكرونة بالبشاميل احنا شامل نسيم متعودين بالروع عند محمود شميس صحيح بقى لنا سنين طويلة ومش عارف قدي المهمة ايه السنة دي ما كلمناش فهيكلمنا بعدين امتنا مكلمه طب محمود واحنا قال لها ده انا مسافر قلت له مسافر قال لي قلت له ده انا رفض مية عزومة قلت له نتيجة نعمل شامل نسيم عندنا عملنا عندنا بشاميل لا لا كان بقى فيشيخ بقى عملت بقى كل أموال فيشيخ وكل أنواع الرنجة ونعننا الفريق كله عندنا خلاص هتشيروا عند محمود خلاص